مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان وأهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم حلو الكلام مع منال وقال لو رجعت أيامك يا دونجوان الجملة دي أصبحت إفهي عايش معانا لحد الوقتي من أيام فيلم رئيس عمر حرب الشخصية في الفيلم كان اسمها حمدي الدونجوان الحقيقة ضفنا النهاردة اللي لعب الشخصية دي اللي عنده زكاء المخرج وشياكة وآناقة الفنان ودبلوماسية وجرأة الإعلاميين كل الحاجات دي في ضفنا اللي منورنا النهاردة صديقي هو المخرج والفناني والإعلامي عمر زهراء أنا مش عارفة أنا أعملت حاجة على المقدمة لأنه مفروض أقول حاجات أكتر من كده بكتير لا ده كل اللي انت قلته فعلا حلو الكلام يا حبيبي ربنا منورنا ما قلة ودل والدونجوان ورجعت أيامك يا دونجوان رجعت أيامك يا دونجوان ده دي جملة الوحيدة اللي انت قلتها في الفيلم تصوري وعيش معنا لحد دلوقتي والسوشيال ميديا مقلوبة عليها حتى يعملولي آيكون كده الشباب ويبعثوا لي كل شوية نسمع عرفهمش يعني كلها والله ورجعت أيامك يا دونجوان ورا مركزين معها الجملة بشكل عجيب جدا علانك دونجوان يا عمر ما تفهميش اللي حاصل الغريب انه هو الدور ده لما المخرج الجميل خالد يوسف عرضه علي قال لي انه في دور ما فيهوش كلام خالص ده اللي شجعني يعني ما كنتش بفكر حتى في موضوع التمثيل ده ولا عمري فكرت فيه فقال لي عمر فيه دور عندي وانا الحقيقة شايفك فيه ولقى اخفيك سرا انه هو مفترض انه الدور اللي ممثل ونجب وحد ناجح قوي ولكن عنده حياة خاصة اخرى فالدور مش مشجع اوي النجم كبير يعمله اه طبعا بس هو عايز شخص بمواصفات معينة اعتقد ان هو شاف ان المواصفات دي يمكن منطبقة علي بعض الشيء انا اغراني فكرة انا احب اوي الشخصية اللي تبقى في الفيلم ما بتتكلمش خالص قلتش اتكلم واحفظ با وجه هو انا لا هو انا مش خوف من الكلام بقدر ما هو بيبقى يعني انت لو شفتي ضربة شمس اه طبعا اللي رجعت بيه العظيمة ليلة فوزي للسينما شفتي اديكا بتبهرنا طوال الفيلم وها لا تتحدث اطلاقا بتتكلمش خالص فده اللي اغراني في الموضوع وبعدين خيرت بقى بعد الفيلم ما بين اني اكمل استكمل مشواري الاعلامي وايضا رئستي لقناتنا لسينما وقتها او اني اتجه للتمثيل كليا يعني الحقيقة عندي ضعف جديد او اتجاه مهنتي وعندي اعتزاز بيها جديد وما وإلى الان انا ما زلت عندي حمس مخرج البرامج ابدا لا يفطر يعني عندي حمس الافكار والبرامج بشكل كبير جدا منطقة البرامج دي بما انها فتحتها انت اسست قنوات كاملة من بابها كده يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكنت بتشتغل مش مخرج بس وده اللي مستوقفني في شخصية عمر زهران مع حفظ اللقب يعني ربنا يخليك عمر صديق طبعا احنا عاديين في الصالون مع بعض طبعا صديقة واختة عزيزة جدا جدا واحلى اكل في الدنيا ناكله عندك في بيتك يا حبيب يا ربنا يخليه انت بتمسك البرنامج من بابه اعداد اخراج الفكرة رؤيتك في الديكور شغل ممثلة يعني انت اللي قدمت تقريبا استاذها صفاء بالصعود ده حقيقة قعدت معاها سنين في برنامج مهم ده حقيقة شغفك بالاعداد لانه عادة المخرج بيجي يخرج ملوش وجهة نظر فيما يقدم يعني عادة في البرامج بيبقى كده فريق الاعداد بي انا بكلم عن مطبخ مهنتنا يا جماعة فريق الاعداد بيكتب الفكرة والمخرج بيكمل بادواته والاخراجية يعني انما عمر زهران عشان انا كان ليش شرف ان اجرشحتيني هنتكلم فيه بعدين طبعا عندنا تجربة عظيمة مع بعض طبعا كلمني عن شغفك بفكرة انك تبقى مسؤول عن الاعداد هو الحقيقة انا يعني دايما اقول حتى لما بقى اعمل محاضرات في بعض الاماكن يعني والولاد اللي كانوا معايا سواء في مجمل شغلي كانوا معايا وكانوا مساعدين اخراج انا تعرضت الموقف في بدايتي كاد انه يعني ينهي مسيرتي قبل ان تبدأ لما رشحتني الاستاذة صفاء ابو الصعود في البداية الحقيقة لانه كون بخرج في قنوات الارت وبعدين قالت لي انت عندك ايه ممكن تخرجه فقلت لي على فكرة كانت فكرة ابهرتها جدا وعجبتها قوي وتحمست لها بشكل رهيب كان اسمها اورق سينمائية كنت باخد اعمل دراسة مقارنة لمدارس المخرجين في تقديم نوعية بعينها يعني مثلا الريف كيف قدمه محمد كريم وازاي قدمه يوسف شهين وازاي قدمه حسين كمال وازاي قدمه صلاح ابو سيف وهلوم مجرى بقى الريف تقدم عند يوسف شهين ليه خصائص معينة الريف عند صلاح ابو سيف انت عارفة الاغرق في الواقعية الشديدة حسين كمال كم ملحمي بشكل كبير مشاعل وجواز عطريس من فؤادة باطل يعني عايشت كده احساس فالحياة جابتها الفكرة جدا وقالت لي تحب مين يعد معك الفكرة دي انا اعجب لك وقالت لي اسماء خطيرة جدا منهم كان الاسماء رفيق الصبان وانا عمري محلمت باني اساسا اقابل رفيق الصبان شخصيا طبعا نقد السينمائي العظيم والسيناريست طبعا نقد سينمائي جبيره وسيناريست فكونوا يعدي لي برنامج انا ما صدقتش من فرحة يعني ولكن اختصارا للموضوع مش اختلفنا لكن النموذج اللي قدمهولي الاستاذ رفيق الصبان ما كانت ما ارداش طموحي وانا لسه بودعتش ده انا لسه هبدأ بقى مخرج فرفضته فهي اندهشت جدا من فكرة اني برفض سكريبت بيكتبه فقالت لي طبعا انا هكلمه بالتليفون وانت تروح له البيت تقعد معاه تتفهمه وتشوف انت هو انت عايز ايه لانه عايز يتكلم معاك رحت زاد الخلاف اكتر اكتشفنا احنا الاتنين انه الكيميا مش ركبة مع بعض بعيدا عن الكيميا انا بحلم بشكل وصائقي مخدوم هند ميد وهو مش قادر يعني هو حتى في الاخر خالص مشيت كلم مادام صفاق قال لها انت اخترت المخرج ده على اساس ايه ده حد فاضي قال لها قال لها صفاق خلينا شوف لك حد من الاسماء الكبيرة هو حد فاضي فعلا بمعنى اسمح لي اشرح الحتة دي انه نمكي اوي مركز اوي حياخد سنف اللي بيعمله علشان هو مؤمن بي وعايز يقدمه بالشكل اللي هو شايف اه ده انت بتجملي ما شاء الله انه ما هو يقصد ان انا ما عنديش حاجة اقدمها لا يبقى اه اه انا فهمتها بالمعنى ده لانك انت كده فعلا ده رأي فيك اه انا بحب الحياة تاخد الحاجة وقتها لان بالفعل يعني بفضل ربنا الحمد لله برامجي ساعة صفة ده انا مش هايزة اقول من كم سنة اه طبع ما زال بيعرض حتى الان يعني برنامج مر عليه اكتر من حوالي خمستاشر سنة ما كنتش تولدتا بتعرض الحلقات بزاق بتعرض حلقاته الى الان وما زالت تصير جدل اه انا جاه كبير جدا من حد الوقت اه فعايز اقولك انه انه هي كانت وده يعود الحقيقة لعظمة الاستاذة صفاء وانا ده مقدرش هنكره هي ديتني الفرصة في البداية وهي امنة بي لانه والشيع اني مش فاهم حاجة ولكن هي اصرت على اني وعملت البرنامج شيخ صالح كامل بقى قال لهم خلوه هو ليعد يعمل يورينا شطرت يورينا هو هيعمل ايه بالزبط فبالفعل ادوني فرصة ان نعمل حلقة تجربية اه شاءت الاقدر ان الشيخ صالح هو يعني صرح نسايته قال لي اعد شغلك عمري منس الجملة دي فقررت ان اتعلم انا اعمل اعداد بتاع شغلي حتى لا يعني ماكنش في ايد حد وكانت في وظيفة اخرى ومهنة اخرى ايضا كانت شائعة للغاية انا قضيت عليها في شغلي مهنة الرجيسير اللي حد بيتصل بالنجوم عشان يكلمهم لأ الحقيقة انت اللي بتكلمنا بنفسك انا رفضت قلت لأ انا اللي لازم اتكلم واشرح انا هعمل ايه ومش هعمل ايه المهم وده اللي عمل تشعيبة العلاقات اللي في حياتك اللي انت ما بترفع سماعة التليفون تقول لي ما نال فيه كذا بنزل جاري بفضل ربنا لا بقول بكام ولا فين ولا ازاي وبتاعنا بنزل عشان عمر زهران الحمد لله فده فاد الشغل وفادك في الشغل ده الحقيقة ده حقيقة فانا بدأت عدي شغلي بنفسي واستغرق الاعداد عندي يعني اكتر من فكرة الاخراج وبدأت اؤمن بانه مخرج البرامج لابد وان يكون لديه القدرة على الاعداد اعظم وعفوا في الكلمة من اي معد في البلد يعني لو المخرج بتاع البرامج لا يتمكن من اعداد وكتابة اسكريبت بشكل عظيم جدا جدا فيجب ان نطلق عليه منفز بس ده عايز مخرج مثقف قارئ لامن بتاريخه او بالتاريخ بشكل عام تاريخ بلد وقاصد يعني والتاريخ المحيط حواليه فانت بتدور على حد فاضي فاضي من ناحية الوقت أنا موفر لكنه مليان أنا موفر أنا موفر وده مش بيبقى متوفر دائما طبعا طبعا وانا مش قاسل درجة النفر الدع الجميع انا هتحدث عن عمر زهران أنا بشوف حتى لما كنت في قناتنا السينما اجبرت المخرجين كلهم والمزيعين والمزيعات على انه هو المعد الاول اه فيه معد معاك بس انت القادر على منقشة المعد في تفاصيل سكريبت لانه فيه سكريبت آني يعني سكريبت يعني الكلام اللي انا وحضرتك دلوقتي تفضلت ابنتكلم فيه بعد عشر سنين لما الناس تشوفوا على السوشيال ميديا او عشرين سنة هيلقوا فيه موضوعات يسمعوها انما فيه سكريبتات بنتكلم على موضوعات آنية بالزبط بعدها هنلاقي الناس مش مهتمين قوي انا اشفقت يعني لما قبل ما سيب نايل السينما حقيقي والاول مرة بقول الكلام ده انا كان يعني فيه خط من السعادة جوايا كده ان الولادة هيسترياحوا شوية اه يعني يعني بجد صدقيني لان كنت مدرك باني ما بنيمش حد ما فيش حد بينام انا كنت كرئيس قناة بروح الصبح انا طلع امشي ساعة 12 بالليل وارجعتاني على 12 الدور انا كان عني مثلا برنامج اسمه المسلسلاتي على قناة النيل للدرامو ده كان بداية دخولي للتلفزيون مصري انا كان سور البرنامج كان هوا الساعة 10 بالليل في الاول عشرة في رمضان او بدأنا 12 بالليل من 12 الاتنين يوميا لان كنا منعمل استوديو تحليلي لمسلسلات رمضان في المسلسلات ده اقسم بالله انا 12 الظهر كنت تبقى موجود في الاستوديو عشان الحلقة تطلع 12 بالليل باردت بالاسكريبتات والتقارير اشتغلت معك وعرف بالضبط بالضبط اه 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 انا يبقى اليوم اللي عندي هوا ده مفيش حاجة اسمها ان انا اروح قبلها بساعة ساعتين لا 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 وكان فيه اجتماع عام لفريق العمل قبل الهوا بحوالي ساعتين كاملين نراجع كل الاسكريبت مع بعضنا علشان كده انا لسنينة كانت مميزة في عصرك الحقيقة الحمد لله اللي لازم اقولها يعني الحمد لله و اعايز اقول انه عمر سنينل خانيني اقدب برامج يا جماعة انا مش قادر عديها دي خالص اعتقد ان انا كان ليه السبق في المسل اه طبعا يعني انت انا قاعدة في يوم الساحداشر بالليل في رمضان بتفرج على التلفزيون لقيت اليفون من عمر زهران منال بكرة هنستضيف النجمة الهام شهين وعايز اعمل هامه فجأة وعايز كالترخيره يعني قال لي عايز نجمة تقدمها عايز افاجئها ورشحيلي زميل فاتكلمنا اتناقشنا المهم قدم معايا الحلقات الجميل السيناريست العظيم دلوقتي عمر محمود ياسين وانا ما نمتش في الليل الاعداد بعد تقولي بعد تذاكر وقرأ وتفرج وانا كنت برعوبة بس بعد اول تلت دقايق انا باعترفلك انا تطمنت من وجودك معاي على الاربيس انا عايز اقولك بقى على حاجة جاني تلفون وانتو على الهوى من كاتبة صحفية كبيرة مهمة قالت لي كلام يعني انا اغجل من ان اقوله دلوقتي بجد حقيقي وقالت لي انت يعني ما معناه انك بتصنع اعلام جديد قالت لي لاننا اسرى وجوه اعلامية قديلها عشرات السنين واحنا ما عندناش حد عنده جرأت انه يقدم حد جديد قالت لي انا مبهورة باللي انا شايفاه من السناء الجميل بين منال وبين عمر واعتقد البشمان السلام الشيخ سعيدة قال لي انا عايز لهم برنامج ثابت الصبح لان برضو كان جوايا حماس انا عندي عين سبحان الله ما بفقاش فاهم ايه السر اني بنجذب لشخص اقول ده يطلع عشان يزيع المواصفات بتاعت المزيع او المزيع شايف انها بتتوفر فيك بشكل كبير احنا كان بنا حديث دايما انت حدي بيتمتع بالثقافة هيلة جدا عندك وش مريح للغاية عندك انا بشوف في فرق بين مزيع تطلع على الشاشة واحس باني انا اسف في ممثلة طلع على الشاشة عندها دور هتمثله كميكب وشعر ولبس والاخره كنت دايما حتى اقول للمزيعات اللي عندي اقول لها في تصريحة معينة للمزيع في ميكب معين للمزيع في لبس معين للمزيع فدايما انا كنت اروح للاتجاهدة وكان عندنا تجارب اخرى اه بسلامة هتم هتم ان شاء الله ان شاء الله سينك شوفت دا فيا والله يا عمر طيب هعايز اروح لمنطقة تانية انت ما شاء الله ابداع السوشيال ميديا يعني انا مقالات بفرغ يعني مشاتك الاعلامي تنقل على السوشيال ميديا بمنتهى القوة السوشيال ميديا بالتحديد بستاتك فيها مؤثرة بشكل كبير جدا وبلاحظ ان فيه اضاية بتشغلك وتبقى عايز تعبر عنها وانت ما شاء الله ما وهوف دا جدا 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 وبقى فيه تكسيف لمقالاتك الصحفية على السوشيال ميديا وبتحكي عن ذكرياتك وحوادية لطيفة جدا انا شخصين ببقى مستمتعة بيها الحمد لله من اخر الحاجات اللي انت كتبتها حددتك مع سيدة الشاشة الكبيرة بتسعيد الحظ الحقيقة يا بختك يعني فعلا بجد يا بختي عايز اقول لك يا منال والله انا فاكر اني لما رحت لها البيت لأول مرة وهي نزل علي كده من السلم لاني عندها بيتها التوليغل وهي نزل من السلم علي اقسم بالله انا كان جواي احساس باني مش ممكن اكون في الحياة انا قلت بجد احساس الحلم الحلم يعني لها قلق كان غريب وهج وهج شعور الملكة الملكة انا بنسمع كتير عن ملكة انما لما تعودي كنت مع فتن حمامة لازم تستشعري هذا الاحساس انك قدام ملكة تون الصوت انتقاء الالفاظ العبارات والدقة الشديدة الزكاء الحاد للغاية طبعا اه شيء مش ممكن عايز اقولك من الحاجات اللطيفة او ان انا هموت اتصور مع فتن حمامة قدي ايه كده كنت احساس في ان اتعامل معاها فانا عندها في البيت وكل مرة هي بتقابلني ست قعدة في بيتها ايوة فانا متحرج تقول لها انا تصور ساوي لاني مش عارفة ممكن تكون جاهزة للتصوير ولا مش جاهزة وقدي كده بقولك عشرات المرات انا وباخد معايا كاميرا تانية غير الموبايل وعايزة تجرأ ان اقول لها ان انا عايزة لدرجة ان انا من غلبي بقيت اصور الكراسي عايزة اتأكد بس ان انا بصور اه لحد ما كنا مع بعض في عيد الفن ايوة واحنا ماشيين خلاص حضرنا عيد الفن مع بعض وخارجين بوصلها فخلاص مش قادر بقى طبعا فلاقيت حد زي عامل من عمال الأوبرا كده واقف ويه خلاص حتى في قلب ديكورات وكده قلت له مدام فاتن انت عارفة التفل الزغير اللي ماشي مثلا مع امه بس اتلاها كده قلت له اوه انا ممكن اتصور معاك ايه قلت له مين قلت له انا قلت له انت عايزة تصور معايا هاني هي مستغربة من ال ايه اللي فجأة افتكر انه يتصور ده وفعلا خليت حد صورنا كده في قلب ديكور وهو الاخره وكانت من اعز واغلى واحلى الزكريات اللي في حياتي لانه تعلمت من فاتن حمامة في فترة صغيرة للغاية ان عمر لا الاسم ولا المجد ولا القيمة بيتصنعوا بسهولة اه طبعا طبعا السوشيال ميديا اه انا اسف انا تطرقت المدامة فاتن بس انا هقولك على السوشيال ميديا السوشيال ميديا فيه ناس كتير بيهجموها فيه ناس بيقولوا انها سبب الوباء وسبب الخراب وسبب انهيار الاخلاقيات وانه لم يعد هناك خطوط حمره واخره انا شايف ان السوشيال ميديا زي زي السكين بالفعل اي شيء انت بتتقديمها في ايه اي شيء اه اه وهيظل جهل الاباء والامهات ويمكن يكون القنبلة الموقوطة الوحيدة اللي ممكن تخلي ولاد كتير يجنوا متاعب من السوشيال ميديا ان لازم تحصل وعي للابهات والامهات عن استخدام السوشيال ميديا لان في حقيقة الامر انه شفت اشياء شنيعة جدا جدا اللي ولاد في سن صغير قوي 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 بيستخدموا السوشيال ميديا في جروبات مغلقة وبياخدوا راحتهم في اشياء ربما تكون خارج نتاق الاخلاقي لكن اه اه انا بالنسبة للصفحة بتاعتي وبالنسبة البسطات اللي انا بكتبها انا شخصا فعالي جدا طول الوقت احب اكتب اه اه بحب اكتب اللي انا بنفعل به يعني مؤخرا مثلا لقيت حد بعتلي فيديو لنفق انت عارف ان مصر بتشهد حاليا نهضة بنائية طبعا ما كنا نحلم بها الحقيقة ولا يمكنها الا جاحد او اعمل بصيرة في فكرة الشبكة الطرق اللي بتعمل في مصر النار ده بجمالياتها زمان كنا متعودين فيه طريق يتعمل بس طريق شكله او طريق وانتها مش بس كده فيه حاجة انا بتلفط نظري انك بيعملوا ده من غير ما يعطلوا الدنيا زي زمان ده 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 فجأة بتلاقي الحاجة اتعملت وانت اتعملت امتى دي مع انك بتعدي عليها كل يوم ده حقيقي بس فكرة انهم بيغطوا المكان ويوسعوا طريق عشان يبقى فيه سيولة مرورية دي ملاحظة طبعا لازم بعت لي صديق نفأ في تقاطع الاوسطي مع الدائري في منطقة التورة بالتحديد فبعت لي صورة مخلفات بناء مرمية تحت النفأ فهو بغيرته وده شعور جديد هو شاب صغير مش كبير بدأت الناس تشعر انه الطرق دي ملكها والحفاظ على نظافتها ده جزء من واجبهم الوطن فانا الحقيق انفعلت جدا جدا وكتبت قلت ان ده سلوك لازم نتخلص منه والحقيقة انه احيانا في بعض مسؤولين بيهتموا زي مثلا الشهر العقاري اللي كان جنب بيتي وبيبعد بينه بين المركز الثقافي الألماني معهد كوتا حوالي عشرين متر تشوفي معهد كوتا ده تلاقي عبارة عن تحفة معمرية مضاء بصورة اسطورية حالة نظافة بيبرق تروحي قدام مصلحة الشهر العقاري اللي موجودة في الدق في شرع المساحة بالتحديد تجدي انك انت تتخضي من كم المقلب الزبالة اللي قدام المكان وملصقات على الجدران للمرشحين لبعض الأشياء بالأسف ان الناس احساسها بالجمال انتفى لانها تعودت على عدم الجمال مش عايز اقول لفظة تانية للأسفها القبح القبح يعني الناس تعودت على القبح بقيت تمشي جنب القمامة تعودت عليه لانها عايشة معاها مع الأسف وانا بقى طالب بقى فرصة ان اتكلمت ده للسادة المسؤولين لازم على الطرق والأماكن دي تحطي كاميرات عشان اللي رامر راتش ده يتجاب ويتعاقب لانت بتقول في منطقة بعيدة جدا حضرتك انت على الدائري في منطقة قريبة قوي طلعت الدقي بلاقي اللي راتش ده موجود بالزبط 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 فالأماكن دي لازم يتحط فيها ده ده حقيق ده حقيق التجربة اللي انا بس معاها دلوقتي معرفش دي إشاعة ولا بجد انك بتعمل تجربة تجربة برنامج جديد بتعملوا من وراء عمر ما قدرش يا وصير شي جمالنا كانت ما قدرش يا وصير هو الحقيقة التجربة وليدة إحساسي بفكرة إنه أنا بشوف حقيقة منالوة أنا مش بجامل والله العظيم الفنان المصري ده فناننا نجمنا بالفعل ثروة بمئة بترول وحاجة أغلى من القطن وأغلى من الأمح وده تلمسي أنا اشتغلت سنوات عديدة في قنوات فضائية عربية وعرفت يومها قيمة الفنان المصري طبعا ده إيه؟ وعرفت قيمة الفنان العربي كيف بتزداد لما بييجي مصر طبعا فكنت حاسس بواجع شديد أولا أنه في بعض نجوم للأسف خلوا الناس تاخد انطباع مش عظيم عن هذه الفئة من الفنانين والفنانات وشفت أنه سوشيال ميديا بتسيق ده بصورة خبيثة بعض تشويه لبعض رموزنا من النجوم الفناني فقررت أني أعمل برنامج يعطي للفنان حقه في بلده ومش بعد ما يرحل للنجوم اللي عايشين فبدأت أعمل شبه رؤية ودراسة للفنان اللي عايش أشوف إزاي كان بيفكر إزاي كان بيتصرف نقاط القوة في شخصيته عبارة عن إيه وأنا قارئ جيد ومتأمل للبشر بعرف أرى الناس كويسي فهو إعدادي أيضا تجربة نجحت بشكل كبير أو لأنه عملت الحياة لأن أنا سمع أنك بقى لك كتير أو تحبه ده حقيقي ده حقيقي ما أنت فاضي؟ عندي أهلا أنت بس كتير موضوع فاضي وهي أصد أن أنا فاضي ما عديش حاجة لا 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 أنا أصد أنك فاضي أنا فعلا فاضي لأه في الشغل لأه اللي أنت بتحبه أنا فعلا سعيد وفخور بإني ما بعملش حاجة هنشوفه إنت للنور أعتقد أنه في رمضان القدم إن شاء الله بإذن الله هيتم إزعته إن شاء الله أرجوك إن شاء الله إن شاء الله الوقت معك جريه ربنا يشليه ويا رب تكون بسط جدا يا حبيبي الإسلامي وأنا فرحانة جدا وجودك معي النهاردة إسلاميلي ومش عارف أقول له إيه يعني عمر ظاهران حاجة كبيرة في حياتي وفي تاريخ يعني فيه ناس كده مش هتعرف قمتها في ساعتها لما يموتوا لا بعد الشر لا وإنت عايش لا وإنت عايش إنك تعمل اللي عملته في القنوات الفضائية الخاصة ساعتها ما كانش ممكن ملفت قوي بعد التجربة اكتملت اكتملت وظهرت قلنا لا الراجل ده عمل بصمة كبيرة في المكان ده بفضل ربنا وبفضل ربنا وبفضل ثقافتك وبفضل حبك وإيمانك بما تفعله الحمد لله وتفرغك لما تحبه الحمد لله الحمد لله أقول أنا سعيد خالص أول مرة أنا وإنتي نلتقي رسميا قدام الكاميرات أنا برضو أنت من الشخصيات الحقيقة اللي بعتز بك جدا جدا بعتز بعيلتك قوي 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 وعايز أقول للناس إن أنت بجد حقيقي مثل مشرف للفنانة المصرية المثقفة الوعية وكنت على نفس مستوى ساعدتك بالظبط حبيبي ربنا يخليك شكرا جزيلا مش عارف أقول إيه نورني وشرفني ومحتاج حلقات 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 كتير لأنه عنده إن شاء الله يعني ربنا يديني وأعمل برنامج كده وعد معها إن شاء الله إن شاء الله للأسف فقرتنا خلسته ودلوقتي خلونا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل حلقاتنا شكرا